وخروقات قوات النظام لوقف إطلاق النار الموقع في الخامس من آذار العام الماضي آخرها كانت محاولة تسلل على منطقة حرش بنين ومنطقة أروحة التي شهدت خمس محاولات تسلل لقوات النظام خلال الثلاث شهور الماضية بالإضافة لأن قصف قوات النظام مستمر على القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس هشنان وبينين وسرجة وديرسنبول وكنصفرة واسفوهن والفطيرة كل هذه القرى والبلدات تتعرض لقصف مدفعي وصاروخي من حواجز قوات النظام واليوم أسطرى منسق الاستجابة بيانا قالوا فيه أن خروقات قوات النظام وصلت إلى 389 خرقا منها بالطائرات الحربية والروسية أدت إلى مقتل مدنين في منطقة ريف إدلب الجنوبي فصائل المعارضات ترد على خروقات النظام بقصف مدفعي وصاروخي أيضا على أهم حواجز قوات النظام في المنطقة وفي ريف إدلب الجنوبي كمعسكر الزيتون في كفرنبل وعدة معسكرات على طريق الانفايف بالإضافة إلى تنشيط عمليات القنص حسب ما تعلن غرفة عمليات الفتح المبين بشكل شبهي يومي عن استهداف ضباط وجنود لقوات النظام على كافة محاور الاشتباك طائرات الاستطلاع متواجدة هنا منذ ساعات الصباح ولا تفارق سماء المنطقة وبالمقابل لا يوجد حشودات لقوات النظام من الطرف الآخر حسب ما قالت مراصد المعارضة أحمد مين تلفزيون سوريا جبل الزاوية ريف إدلب ترجمة نانسي قنقر